موسيقى رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم وتطوير قطع الصناعة وزيادة الصادرات مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له بالتسكية هجمات روسية جديدة تستهدف منشآت البنية التحطية للطاقة بكييف السالسة تومت بتوقيت القهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جري ناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى استقبل الرئيس عبدالفتح السيسي اليوم وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطعات الصناعية المختلفة وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي ووزراء الكهربائي والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط وتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة وذلك بإقامة شركات أو شراكات متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة كما أكد رئيس السيسي اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم لأسيما في ضوء مساهمتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأياد العاملة والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها واستعرض الرئيس السيسي في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبنىها الحكومة لتشغيع ومساندة الاستثمارات الجدة وتذليل جميع العقبات أمام القطع الخاص بالإضافة إلى ما تطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية خاصة في قطع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديثة بالإضافة إلى تطور الكبير الذي حدث في منظمتي الجمارك والضرائب إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية وأوضح متحدث الرئاسة أن الوزارة أو الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطعات فضلا عن استعراض المقاومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليا والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والجهود المبزولة على مختلف الأصعيد في مصر من أجل تحفيز مجمل قطعات الاقتصاد بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية والتوسع في الميكانة وتدفق قواعد البيانات وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت كافة قطعات الدولة وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي ومجموعة الرجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة للدفع عملية التلمية الشاملة في مصر والأفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر حيث أشاد ممثل مجتمع الأعمال بالقطة التلموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر وكذلك الإرادة سياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوطرات متسارعة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة سورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصرية مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد وأكد رئيس السيسي في ختم اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل خاصة أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي المستمر للحكومة بدعم وتطوير قطع الصناعة والعمل على زيادة حجم الصادرات عبر تقديم مزيد من التيسيرات والمحافزات المصدرين المصريين سواء فيما يتعلق بالنقل أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الإفريقية واستعرض الاجتماع جهود الدولة في دعم وتطوير قطع الصناعة في مختلف المجالات وإتاحة المزيد من المحافزات وتيسيرات التي من شأنها النهوض بهذا القطع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق معدلات النمو الاقتصادية وعلى رأسها سداد ورد قيمة العباء التصديرية نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تتناول رصد المؤشرات الدولية في كافة القطعات التنموية ورصد تقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد لافتا إلى تقدم مصر خمسة مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في إفريقيا حيث احتلت المركز الأول عام 2020 وأشار التقرير إلى تحسن التصنيف الاقتماني لمصر وأوضح أن وكالة فيتش ثبتت التصنيف الاقتماني لمصر عند بي بلاس مع نظرة مستقبلية مستقرة في إبريل 2022 بينما ثبتت مودس التصنيف الاقتماني لمصر عند بي تو مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 كما صنفت ستاندرد أنبورز مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة في إبريل 2022 وأضاف التقرير أن مصر تقدمت ثمانية مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي حيث جاءت في المركز المائة واثنين عام 2020 مقارنة بالمركز 110 عام 2014 بينما تقدمت 57 مركزا بمؤشر بيئي للأعمال الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي وأظهر التقرير وتقدم مصر ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019 مشيرا إلى أن مصر من أفضل عشرة دول حققت تحسنا بالمؤشر مقارنة بعام 2011 وتطرق التقرير إلى أبرز مؤشرات تطوير البنية التحتية حيث تقدمت مصر 30 مركزا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حيث احتلت المركز السادس والخمسين عام 2021 مقابل المركز السادس والثمانين في عام 2015 ولفت التقرير إلى أن مصر تقدمت ثلاثة أو ثلاثة عشر مركزا في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة والذي يقيم أداء أفضل أسواق الطاقة المتجددة حيث احتلت المركز السادس والعشرين في مايو من عام 2022 وذلك مقابل المركز التاسع والثلاثين في مارس عام 2015 وللمزيد من التفاصيل والمتابعة هذا الخبر ينضم إلينا الدكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد يعني بداية وبعد التحية نتائج إيجابية تظهرها المؤشرات العالمية بشأن كافة القطاعات التلموية إذن ما هي قراءتك لهذه النتائج طبعا مساء خير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين سعى النور طبعا هي قراءات جيدة جدا للمؤشرات وكذلك هي مؤشرات متنوعة اللي فيها يخبص التنفسية واللي فيها يخبص التطور في مجال الدنيا التحتية وأداء الاقتصاد بالصفة عامة فطبعا أنا شايفة القراءة الأرقام بيقراءة جيدة برضو ده شيء طبيعي نتيجة للإسلاحات التي تمت في أكثر من نقوم من أكثر من مصارخها للفترة اللي تاكس فشيء طبيعي إنه نحن يبقى فيه أو لقصاد المصري في الريدنج بتاعتنا أو الإراية للمجموعة من المؤشرات للتعكس التطور في قطاعات معينة أو في أنشطة اقتصادية بعينها يكون فيه اختلاف ويكون فيه مركز أفضل عن الإسلاحات السابقة طبعا الحاجات تبقى مشجعة للاقتصاد بالصفة عامة وبتدي رسالة برضو فيها إن الاقتصاد ماشي في وضع أفضل من خلال اللي هو المجهودات الثانية والإسلاحات التي تمت فيه مصارات كثيرة جدا في القوانين في القرارات في الإسلاحات الهيكلية نفسها اللي بتتمنى الأخصاص في كل فكل حاجات بشيء طبيعي جدا يكون نقول إيه الانعكاس بتاعها إن إحنا مصر حسنا فيه أداء تلك المؤشرات المؤشرات دي بتكون أحيانا مهمة جدا إننا لو عندي بالذات الوقت اللي احنا فيه والنسيجة وضع الظروف العالمية اللي احنا فيها والأزمة العالمية اللي احنا موجودين فيها والأزمات العالمية النسيجة الظروف المرة بيها العام مثل الفترة الصباحة فبرضو المؤشرات دي بتكون جيدة إنه برضو بتجي صورة كويسة إلى حد ما على اقتصاد المصري بتجي كده يعني أنه لإراية سريعة عن اقتصاد المصري وإنه حصل تطوء إنه بيحصل في تطوء فده شيء بيبقى مشجع وشيء جيد إنه احنا نجي صورة جيدة على الاقتصاد وعن أداءه في القطاعات مختلفة نعم هل هذه المؤشرات أو دلالاتها قادرة على تغيير الصورة الزهنية خصوصا عند الكثير من المستمرين الأجانب والعرب طبعا وأي مستمر أجنبي لما بيجي يشوص الظروف الاقتصادية في دولة الماء هو طبعا أول حاجة بيبص عليها بيبص على رأي الهيئات الدولية في اقتصاد الدولة بيبص على مؤشرات فتيرة جدا بالذات لو بنا نكلم عن مؤشر البنية التحتية وتطورها ده بيبقى طبعا مهم جدا بالنسبة لأي مستمر وفيه مجمع مؤشرات كمان بتقيس جوزة الطرق لو احنا حابنا نخش أكثر في موضوع البنية التحتية وأحيانا بول بنية التحتية كمان بتبقى فيه مؤشرات أخرى بتقيس جوزة الطرق والرقط بين شبكات الطرق المختلفة يعني عايز أقول إن أي مستثمر ما بيجيش أي بلد يستثمر فيها إلا ما بيكون مبدئيا عنده إراية أو عنده تحليل جايك جدا عن اقتصاد الدولة وجزء من التحليل ده طبعا بيكون جايبه من المؤشرات دي أو جايبه من رأي الهيئات الدولية كاسف بصرفة مبدئية نعم حاجة تانية بقى دلوقتي هو طبعا تقدمنا مراكز متعددة في أكتر من المؤشر ده شيء كويس مشجع للمستثمرين تظل ظروف عالمية برضو تاني طبعا إحنا الأزمة بالذات الأخيرة ده خاصة الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ده برضو خلت مستثمرين كتير على مستوى العالم يعيدوا حساباتهم أو يقولي الفلوس بتبقى شوية بيحتلها كده هولدر أي مستثمر عايز يتحرك لأي دولة بالتأكيد نحن بس في مصر نحن ننشر ونحن برضو يبقى فيه عندنا مجموعة من الإصدرات اللي دايما بتتكلم على الأخطاد المصري ده بيكون عامل برضو مفاعد بحيث أن احنا برضو متخطى الأزمة دي وذا كنا لسه عايزين نتكلم أكثر على الأخطاد المصري وذا كنا لسه عايزين أو بندور على مستثمرين لضخ أموال الأخطاد المصري بالذات في الوقت الصعب اللي احنا فيه هو على فكرة الوقت الصعب اللي احنا فيه هو دي ظروف عالمية دول كتيرة جدا بدواجه نفس الظروف اللي احنا فيها تاني احنا عندنا زي ما احنا عندنا يعني هي أزمات أو هم بطراحة مش أزمة هي عندنا مجموعة الأزمات عالمية من أول قرورة لغاية نعم وضحت الصورة نعم شكرا جزيلا وعذرا لضيق الوقت دكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 500 و3 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 158 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 135 طن كما تم ضبط 43 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 725 قضية من بينها 224 قضية خبز نقص الوزن و232 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 222 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 165 طن استقبل وزير التنمية المحلية هشام أمنى المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة راشا راغب شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين كما تناول اللقاء جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مراكز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وآخر المستجدات للبرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين بالمحافظات أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي بدأ تحرك عدد من الأوتوبيسات الكهربائية إلى مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قاب 27 وأشارت الوزارة إلى أنه تم البدء في تسليم عدد من الأوتوبيسات إلى وزارة التنمية المحلية لافتة إلى أنه سيتم تسليم الباقي خلال الفترة المقبلة وأكدت الوزارة أنها قطعت شوطا كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية وذلك بالتعاون مع القطع الخاص بدأت محافظة جنوب سيناء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ وتأتي محطة الطاقة الشمسية على مساحة 250 ألف متر مربع بطاقة انتاجية تتجاوز 42 جيجاوات تماشيا مع خطة واستراتيجية الحكومة المصرية للانتقال إلى الطاقة النظيفة بدأت محافظة جنوب سيناء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ على مساحة 250 ألف متر مربع وبطاقة انتاجية تتجاوز 42 جيجاوات محطة طاقة عربية للطاقة الشمسية مساحة الأرض إجماليها 250 ألف متر بقدرة انتاجية 20 ميجا زائد قدرة انتاجية سنوية 42 جيجاوات وبالفعل المحطة دي تم تنفيذها خلال مدة زمنية أربع شهور وده تعتبر إنجاز في حد ذاته لمواقبة مؤتمر المناخ الجاري لانعقاده شهر نوفمبر القادم بالإضافة أن المحطة دي بتخدم النهاردة 120 منشأة سياحية ما بين فنادق أربع نجوم وخمس نجوم محطة الطاقة تعمل بقدرة إجمالية تبلغ 20 ميجاوات قادرة على إمداد أكثر من 6 ألاف غرفة فندقية بالكهرباء النظيفة لخدمة العديد من القطاعات بما في ذلك القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية والسكنية المراحل اللي احنا شغالين فيها احنا حاليا افتتحنا أول عشر ميجا ودخناها بالفعل لمركز نبق السياحي وبعد مؤتمر المناخ في تركيب العشر ميجا المتبقيين بالإضافة إلى أن احنا ركبنا مجموعة محطات على الفنادق داخل مركز نبق السياحي بالإضافة أن احنا بنحاول أن نغذي ونحول الفكر للطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة مشروع المحطة للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية تقدر ب250 مليون جنيه يعمل للحد من الانبعاثات الكربونية بنحو 500 ألف طن بما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية نائب أحمد عبدالعزيز السعدون بمنصب رئيس مجلس الأمة الكويتي بالتسكية للفصل التشرعي السابع عشر وذلك خلال التصويت بالجلسة الافتتحية التي عقدت اليوم بحضور ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح افتتح ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد جلسات مجلس الأمة بعد انتخاب أعضائه وفي كلمة أمام المجلس قال ولي عهد الكويت إن الحكومة لن تتدخل في اختيار المناصب بمجلس الأمة ولجانه ليكون المجلس سيد قراره داعيا أعضاء المجلس للوفاء بالعهود في الارتقاء بالممارسات الديمقراطية وإصدار القوانين التي تقسد الوحدة الوطنية سوف نكون قريبين من الجميع نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأفعال والأمور والتصرفات من جميع أجهزة الدولة المختلفة وسوف نحاسب ونعاقب على الإهمال والتقصير والتفريض في مصالح الوطن والمواطنين وفقا للضواضط والإجراءات القانونية وقبل هذا وذاك سوف نشكر المحسن على أحسانه وأدائه والمجتهد على شهاده وعطائه وسوف نظل على القسم العظيم بارين وعلى الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقين أو فياءً للوطن والمواطنين موسيقى 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 استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية تسلمت القوات المسلحة الفرقات الأولى من تراز مايكو اي 200 إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية موسيقى 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 استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية تسلمت القوات المسلحة الفرقات الأولى من تراز مايكو ايمتين التي تم بناؤها بشركة تيكي ام اس بترسانة اس بي ان الألمانية وخلال الاحتفال الذي أقيم بمدينة بريمير هيفن الألمانية قام الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية برفع العالم المصري على الفرقات العزيز والتي تعد واحدة من أصل أربع فرقاتات من تراز مايكو ايمتين تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وتمتاز الفرقات متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري وتصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة ويبلغ طولها الكلي 121.6 متر كما تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقتي السلم والحرب وكذا مكافحة التهديدات المختلفة البحرية السطحية والجوية وتحت السطح مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري هذا وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي وألقى الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات البحرية الألمانية وشركة تيكي ام اس مؤكدا اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوات العلاقات المصرية الألمانية وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا والموضوعات موضحا أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطورا في السلاح البحري المصري لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية تيكي ام اس المصنعة للفرقات العزيز قالت الرئاسة الأوكرانية أن ثلاثة انفجارات استهدفت اليوم منشأة البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف وأوضحت الرئاسة أن الهجوم على منشأة البنية التحتية للطاقة أدى إلى أدرار جسيمة في منطقة دينيبرو بيتروفيسك كما سمع دوي انفجارات في كريفوي روج بمنطقة دينيبرو بيتروفيسك ومن جهته أعلن عمدة خاركييف عن انفجارات في المنطقة الصناعية وتم إيقاف المترو في المدينة كما أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب جوي في كافة مناطق أوكرانيا وخصوصا العاصمة كييف وطلبوا من السكان أن نزول إلى الملاجئ قال الرئيس الأوكراني بلودمير زيلنسكي أن الدربات الجوية الروسية دمرت 30% من محطات الطاقة في بلاده منذ العاشرة من أكتوبر وضف زيلنسكي أن الهجمات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا مشددا على أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع رئيس الروسي بلودمير بوتان قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن السلطات الأمريكية تتوقع نقل أول أنظمة صواريخ من تراز ناسماس المضادة لطائرات إلى كييف في الأسبوع المقبلة وفي الوقت نفسه أكد المسؤول أن واشنطن نقلت بالفعل إلى كييف عددا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة بما في ذلك أكثر من 1400 نظام صاروخي مضاد للطائرات من تراز ستينجر وتعتزم الولايات المتحدة امداد أوكرانيا بثمانية أنظمة الدفاع الجوي كجزء من مبادرة لتعزيز أمن أوكرانيا وتشمل إبرام العقود مع الشركات المصنعة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وليس توفير المعدات مباشرة من مخزون البنتاجون ترجمة نانسي قنقر أفاد مسؤول عسكري أمريكي كبير بأن روسيا لم تختل الولايات المتحدة بعد بتدريبات نووية تتوقع واشنطن أن تجريها موسكو قريبا وفي الوقت ذاته يقال الكريملين أن سياسة الردع النووية تنطبق على الأقاليم المنظمة حديثا إلى الأراضي الروسية على وقع التوتر غير المسبوق بين روسيا والغرب وخاصة بعد تنام المخاوف من أن يجنح الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل شهر الثامن إلى حرب النووية يبدو أن القوات الروسية تتأهب لتنفيذ تدريبات نووية خلال الأيام القريبة المقبلة فقد أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى أن موسكو لم تختر واشنطن بعد بتدريبات نووية يتوقع أن تجريها قريبا وأشر إلى أن روسيا ستجري على الأرجح تجارب إطلاق صواريخ وذلك خلال تدريبات جروم السنوية لقواتها النووية الاستراتيجية في غضون أيام فقط وبموجب معاهدة ستارت الجديدة فإن موسكو ملزمة بتقديم إختار مسبق قبل إطلاق تلك الصواريخ بحسب ما أشار مسؤولون أمريكيون ومع ذلك عبر مسؤولون غربيون عن ثقتهم في قدرتهم على التمييز بين التدريبات الروسية وأي تحرك فعلي من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتنفيذ تهديداته النووية يذكر أن تلك التدريبات التي تمثل تحدياً روسياً آخر للولايات المتحدة وحلفائها تأتي بعد أن هدد بوتن علناً أواخر الشهر الماضي باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن بلاده في حال تعرضت أراضيها لأي اعتداء وبدأ حلف شمال الأطلنطية تدريبات عسكرية روتينية لاختبار منظومته للردع النووي في أوروبا بمشاركة 14 دولة من أصل 30 دولة عضو وستشمل نحو 60 طائرة من بينها طائرات مقاتلة وطائرات مراقبة وأخرى لتزود بالوقود وسيقام الجزء الأكبر من المنورات على بعد 1000 كم على الأقل من حدود روسيا وستشارك في المنورات قادفات القنابل الأمريكية بعيدة المدى من طراز بي 52 ويطلق عليها اسم استيد فاصنون والتي ستستمر حتى أواخر الشهر الجاري كما تشارك مقاتلات قادرة على حمل رؤوس حربية نووية لكنها لا تتضمن أي قنابل حية ولا يسمح الناتو لوسائل الألم بتغطية المنورات أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الزرية رافيال جروسي عن رغبته في مقابلة رئيس الروسي بلادمير بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن يأتي هذا في ظل الأزمة المحيطة بمحطة دابوريجيا للطاقة النووية وأشار جروسي في تصريحات للصحفيين إلى إمكانية التوصل لاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول محطة دابوريجيا قبل نهاية العام الجاري أولاً 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 حول محطة دابوريجيا لتكلم عن هذا هذا هو الأمر يمكننا تتحدث بدأت النقابات العملية في فرنسا إضرابا عام للمطالبة بزيادة الرواتب وسط مستويات من التدخم بالبلاد هي الأعلى منذ عقود يأتي الإضراب الذي سيشمل في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل امتدادا لإضراب مستمر منذ أسابيع عطل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود وقالت رئيسة الوزراء إلزابيث بورن أن الإضرابات تأتي وسط أجواء سياسية متوترة تخطط الولايات المتحدة للإفراج عن 10 إلى 15 مليون برميل نفط من الاحتياطية الاستراتيجية وذكرت وسائل إعلام الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم اتخاذ هذا الإجراء بهدف الحفاظ على التوازن في السوق ومنع ارتفاع أسعار الوقود وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 31 من مارس الماضي أن الولايات المتحدة ستفرق عن مليون برميل من النفط يوميا من احتياطها الوطني الاستراتيجية لمدة ستة أشهر من أجل خفض أسعار الوقود بالبلاد تراجعت أسعار الغاز في أوروبا في تعاملات اليوم إلى مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ الثاني عشر من يونيو لعام 2022 وانخفضت العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر بنسبة 7% إلى 1222.5 دولار لكل ألف متر مكعب وسبق أن توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للحد من استهلاكهم للغاز الطبيعي لتجنب انهيار الطاقة لتعلن المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة أن الاتحاد خفض استهلاك الغاز بنسبة 10% كشفت مسودة للنتائج قمة قادة الاتحاد الأوروبي عن سعيهم لتجوزي الانقسامات بشأن كيفية مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا كما يحاول الأوروبيون وضع حد لخلافات بشأن تحديد صقف لأسعار الغاز على أمل تجاوزي الانقسامات بشأن كيفية مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا ووضع حد لخلافات استمرت أسابيع بشأن تحديد صقف لأسعار الغاز تأتي الاجتماعات الحاسمة لقادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لتدارك الموقف والخروج باتفاق قبل فوات الأوان وتسود انقسامات عميقة في صفوف الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل بشأن كيفية التعامل مع أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة التي تسببت بها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي ارتفعت فواتير التدفئة على إثرها بشكل كبير في أوروبا قبيل الشتاء وفاشلت اجتماعات عدة عقدها وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في كسر الجمود بينما ستقترح المفوضية الأوروبية سلسلة خيارات جديدة في محاولة للتخفيف من حدة الخلافات وستطرح هذه الخيارات أمام القادة الأوروبيين خلال اجتماع يستمر يومين ويبدأ الخميسة في بروكسل على أمل تحقيق نتائج أفضل من تلك التي تحققت خلال قمة عقدت في وقت سابق هذا الشهر في براغ ووصلت إلى طريق مسدود وضغطت بلدان في الاتحاد الأوروبي على رأسها إيطاليا من أجل تحديد سقف لأسعار واردات الغاز وانتقدت ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لوضعها خطة بـ 200 مليار يورو من أجل مساعدة الألمان على مواجهة ارتفاع الأسعار وبحسب مسودة نتائج القمة ستشمل خطة المفوضية مقترحا ينص على دراسة إطار عمل مؤقت للاتحاد الأوروبي لوضع سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء لكن يتعين القيام بذلك من دون أن يؤدي الأمر إلى زيادة في إجمالي استهلاك الغاز أو استبدال الغاز كمرجع لتحديد أسعار الكهرباء في أوروبا وفي محاولة أخرى للتوصل إلى تسوية يتوقع أن تقترح المفوضية ما تسميه سعرا ديناميكيا أقصى يستخدم للتحكم في حالات الطوارئ بالسعر المرجعي الذي يحدد أسعار الغاز في التكتل كما ترغب المفوضية بالتفاوض على صفقات مشتركة مع منتجين يمكن الاعتماد عليهم مثل النرويج والولايات المتحدة عبر جمع عمالقة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في تحالف قالت شرطة كوبنهاجن أن التحقيق الأولي في الأضرار التي لحقت بخطي أنبيب غاز نوردستريم في الجزء الدنماركي من بحر البلطيق يظهر أن التسريب نتج عن انفجارات قوية في غضون ذلك أظهر فيديو أضرارا كبيرة في خط أنبيب الغاز حيث تظهر تشققات في بعض أجزاء الأنبوب الذي تبدو حوافه حادة كما أنه بات مشوها في حين ظهرت أثر انفجار قوي في قاع البحر اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية علي ستراس عن أخطاء في برنامجها تسببت في تراجع ساقة المستثمرين وتراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي قبل إلغائها كلها تقريبا لكنها أكدت أنها لن تتنحى ومن جانبه تعهد وزير المالية البريطاني الجديد باستعادة مصدقية بريطانيا اقتصاديا اعتراف بالخطأ وإعراب عن الأسف هكذا فعلت رئيسة الوزراء البريطانية لي ستراس بشأن موقفها من إدارة الملف الاقتصادي مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه المصحة العامة وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقا وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس إنها تتحمل المسئولية وتأسف للأخطاء التي ارتكبت مضيفة أنها ستبقى في منصبها للوفاء بالتزاماتها على صعيد المصحة العامة وقالت إنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين وأعلن وزير المال الجديد جريمي هانت تراجع الحكومة عن كل إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون وذلك على أمل تجنب حالة فوضى جديدة في الأسواق وكشف هانت الخطوط العريضة لمشروع الموازنة للمدى المتوسط الذي سيعرض كاملا في نهاية أكتوبر الحالي هانت حذر أيضا من قرارات في غاية الصعوبة ومن اقتطاعات على صعيد الإنفاق الحكومي وزيادات ضريبية وإلغاء كامل للخطة الأولية لتراس لكنه شدد على أن الحكومة ستجعل من مساعدة الفئات الأكثر ضعفا أولوية لها وتوقع هانت أن تسمى التعديلات المرتبطة بالضرائب في جمعي نحو 32 مليار جنيه استرليني سنويا بعدما قدر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه استرليني كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات وكانت تراس قد تراجعت سابقا عن خفض الضرائب عن الأكثر ثراء وعلى أرباح الشركات وبات عدد من نواب حزبها يطالبون باستقالتها قال وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكن أن الصين تسعى للاستيلاء على تايوان ضمن جدول زمني سريع وحذر بلينكن من أن الرئيس الصيني يتبعون حاليا نهجا أكثر عدوانية متهما بينغ بخلق توتر كبير من خلال تغيير النهج تجاه تايوان أعلنت الحكومة البريطانية أنها تتخذ خطوات حاسمة ضد مساع صينية لجذب طيارين سابقين وحاليين في سلاح الجو البريطاني لتدريب عسكريها ووصفت لندن تعاون طيارها السابقين مع الصين بالتهديد الأول للأمن المحلي والعالمي لافتة إلى أنه يشكل مصدر قلق بالغ تدعم وزارة البيئة في تشيلي نشر العوام الذكية الصفراء في البحار والمحيطات لحماية الحيتان المهددة بالانقراد وتقوم فكرة العوام الذكية على تغطية مسار هجرة الحيتان من أنتراكتيكا إلى خط الاستواء وهي منطقة مليئة بالمضايق والجزر بهدف مساعدة الحيتان المهددة بالانقراد على تجنب الاستضام بالسفن أثناء الهجرة من القارة القطبية الجنوبية إلى خط الاستواء يجري نشر مثل هذه العوامة صفراء اللون في البحار والمحيطات العوامة الذكية تستهدف أن تحول دون استضام الحيتان بالسفن وقد تم تركيب أولى هذه العوامات في خليج قرب تشيلي في منطقة تعجو بالحياة البحرية وتحوي عدداً كبيراً من الحيتان الزرقاء النادرة تعمل العوامة باستخدام برنامج يسمى الاستماع إلى بيئة أعماق المحيطات والذي يراقب الأصوات ويستخدم الدكاء الاصطناعي لتحديد الحيتان ونوعها وموقعها في الوقت الفعلي ثم يقوم بتنبيه السفن القريبة حتى تتمكن من تقليل الضوضاء وتجنب الاستضامات وتكمن الفكرة في التمكن من تغطية مصاري هجرة الحيتان بالكامل من أنتراكتيكا إلى خط الاستواء وهي منطقة مليئة بالمضايق والجزر وهذه المبادرة هي نتاج ما يقرب من عقد من الدراسات والتطوير والتي تم دعمها من قبل وزارة البيئة في تشيلي موسيقى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية الكشف على نحو ألف ومائة مواطن على مدار يومين بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايدة بمحافظة الإسماعيلية وضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بذلك بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل اختتمت اليوم أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأبو رماد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاق ل273 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدر يومين حيث تم إجراء 75 فحصا معمليا وإجراء 19 كشفا بالأشعة والسنار وتم إجراء 44 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة نظمت جامعة الفيوم ندوة بعنوان تعزيز جهود العمل التطوعية لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبنى إدارة الجامعة تناولت الندوة التعريف بمؤسسة حياة كريمة وشرح رسالة ورؤية المؤسسة وتوضيح الأهداف التي تسعى إليها والمحاور التي تعمل على تنفيذها بالإضافة إلى أبرز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأيضا تم توضيح معدلات التنفيذ الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم افتتحت وحدة تجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بمزرعة كلية الزراعة في جامعة أسيوت وتقوم الوحدة بدور خدمي متميز من خلال فتح أبوابها للمزارعين لعصر بزور مزارعهم داخلها والاستفادة منها وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بالثروة الزراعية والحيوانية وتطوير الصناعات القائمة عليها جاءت خطوة إنشاء أول وحدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية لتجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بجامعة أسيوت نحن متواجدين دلوقتي في واحدة استخلاص وتجهيز النباتات الطبية والعطرية الوحدة المميزة والفريدة ما بين كل جامعات مصر بتواجد في كلية الزراعة جامعة أسيوت بتهتم وتخطص طبعا باستخلاص الزيوت السابتة من مجموعة من المحاصيل حوالي سبع محاصيل بتشمل الججوبة وجوز الهند والجرجير وحبة البركة والسمسم والكتان الوحدة التي جرى تجهيزها بمزرعة كلية الزراعة بجامعة أسيوت تخدم العملية التعليمية بالكلية من خلال تدريب الطلاب على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في استخلاص الزيوت طبعا الوحدة بتهدف لي خدمة قطاع التعليم والطلاب من حيث تدريب الطلاب ورفع كفائتهم وتأهلهم بسوق العمل كمان الوحدة بتهدف لي إجراء الأبحاث والتجارب الخاصة بتجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بالإضافة لأن منتجات الوحدة بتستخدم بخدمة المجتمع الجامعي ومجتمع أسيوت أننا نسوق لهم ونجهز لهم زيوت نقية بجودة عالية الوحدة هنا متخصصة في إنتاج زيوت الطبية والعطرية والهدف منها هو التعليم زائد بس المجتمع المحيط بالفوائد الخاصة بالزيوت الوحدة تقوم أيضا بدور خدمي متميز في المحافظة حيث تقوم بفتح أبوابها للمزارعين العصري بذور مزارعهم والاستفادة منها وزيادة قيمتها المضافة وقد تم بالفعل طرح منتجات الوحدة في عدد من منافذ البيع بالجامعة بأسعار مخفضة لخدمة الأفراد داخل الجامعة وخارجها أعلنت محافظة أسوان استعداداتها لفصل الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول المحتملة وشاركت العديد من أجهزتي ومدريات المحافظة في هذه الاستعدادات بمشاركة الجهات المختلفة والتدريب على كيفية مجابهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية استعدت محافظة أسوان لفصل الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول المحتملة ومن هذه الجهات تأتي الإدارة المركزية للموارد المائية والرية استعدادا لموسم الأمطار قامت المزارة بدراسة جميع الأودية المعرضة لمخاطر السيول وبناء على ذلك تم إنشاء عدد 58 عمل صناعي لحماية أخطار السيول من سدود وحواجهة طرابية وبحارات صناعية يأتي فرع جمعية الهلال الأحمر المصري في أسوان ليقوم بدوره من خلال الاستعدادات الكاملة لمواجهة السيول والأمطار بتنسيق مع الجهات الحكومية داخل المحافظة هذا المخزن اللي بيحتوي على الخيب والبطاطين والمراتب والمهمات الإغاثة والقريدر الكهرباء ده كل استعدادات لمواجهة أي كارثة طبيعية خارج عن إغرادة الإنسان بتتحرك على طول فرق الطوارئ من الجمعية فور الإبلاغ بيطلع فريق يقيم بسرعة ويحصر على وجه الاستعجال قيمة الخسارة ونكوة ثم تتحرك الجمعية بهذه المهمات لتقديمها إلى الأهالي مع الدعم النفسي مديرية الشباب ورياضة هي الأخرى استعدت لفصل الشتاء بتجيز مراكز الشباب والأندية الرياضية كمعسكرات إيواء وذلك في الأماكن المتوقع حدوث أمطار وسيول بها دور المدرية أحنا دورنا بنحصر فيه أن نحن بنعد مراكز الشباب والأندية الرياضية كمعسكرات للإيواء للأماكن المتضررة القريبة يعني من الأماكن المتضررة بجانب التدفع بشباب الكشافة والجوالة وشباب المتطوعين للمساهمة والمساعدة في إنشاء معسكرات أو المخيمات اللي بيقيم فيها الأهالي المتضررين بجانب مساعدة الأهالي في التصدي لهذه الكوارث تأتي أيضا العديد من المدريات الأخرى داخل المحافظة والتي أعلنت الاستعدادات الكاملة لفصل الشتاء ومنها مدريات التموين والصحة والأوقاف وغيرها وإلى أسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بمشتريات محلية وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 7.6 مليارات و4 مليون جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 15 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 10.163 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 85 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 2.214 نقطة وصعيد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 58 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 3.165 نقطة ختم نشرة ثالثة هذه تذكرة لأبرز العنوين رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التوجهات الرئاسية بدعم وتطوير قطاع الصناعة وزيادة الصادرات مجلس الأمة الكويتي يخطر أحمد أسعدون رئيسا له بالتسكية هجمات روسية جديدة تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة بكييف انتهت نشرة ثالثة من التليفزيون المصري شكرا على حسن المتابعة اشتركوا في القناة